مساء الخير وأهلا فيكم مشاهدين بفقرتنا الرياضية بآخر التطورات حول حادثة اللاعب إيمليانوسالة تمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال جثة من داخل حطام الطائرة التي سقطت في البحر قبل أكثر من أسبوعين وعلمت نها لاعب كاردف سيتي والطيار وقال محققون في حوادث الطيران أن الجثة التي تم انتشالها لن يتم تحديد هويتها بعد ولم تعرف ما إذا كانت تعود إلى اللاعب أم إلى قائد الطائرة وقال متحدث باسم فريق التحقيق بالحادثة أن الجثة التي تم العثور عليها نقلت إلى الطب الشرعي في إحدى مستشفيات جزيرة بورتلاند جنوب إنجلترا وأعاقاء الطقس السيء الجهود المبدولة لاستعادة الطائرة التي لا تزال على عمق تحت سطح الماء 67 متر وعلى بعد 21 ميلي قبالة ساحل جيرنسي في القناة الإنجليزية خبرنا الثاني عن العنصرية التي باتت جزء لا يتجزء من المشهد الكروي الإنجليزي حيث كثرت مؤخرا الإهانات من المدرجات التي تطال اللاعبين وفقا لصحيفة ذاسان الإنجليزية وآخر الإهانات العنصرية كانت من نصيب لاعب المنتخب المصري وفريق ليفر بول محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام ويست هام يونايتد فقد ظهرت لقطات فيديو من المدرجات وفيها صوت أحد المشجعين وهو يكيل الإهانات العنصرية ضد صلاح وتحقق الشرطة وجهات المعنية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالحادث الذي يعد الأخير في سلسلة الإهانات العنصرية في الملاعب هذا الموسم نبقى في الدوري الإنجليزي حيث ذكر تقرير نشرته شركة جي أل تي للتأمين أن الإصابات التي تعرض لها اللاعبون ما بعد كأس العالم مؤخرا زادت بنسبة 44% للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وأن منشستر سيتي هو الأكثر تضررا إذ يملك 16 لاعب دولي بـ 8 منتخبات ويأتي من بعد نادي ليفر بول الذي عانى من 12 إصابة متفرقة للاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم الماضي كما غاب لاعبو السيتي الذين تعرضوا لإصابات بمجموعة 617 يوم عن التدريبات والمباريات بتكلفة أكثر من 17 مليون جناء استرليني مقابل 128 يوم لليفر بول بتكلفة 9.3 مليون ونال توتنهام هوتسبر صاحب المركز الثالث في الدوري نصيبه من الإصابات إذ يبتعد ثنائي إنجلترا هاريكان ودالي آلي حاليا وأوضحت شركة التأمين أن الإصابات التي كلفت جميع عنديات الدوري الممتاز أكثر من 130 مليون جناء استرليني حتى 22 يناير في طريقة للتفوق على تكلفة الموسم الماضي اللي وصلت مجموع 213 مليون نحن وصلنا لنهاية فقرتنا بشكركم للمتابعة